السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد كده نرحب بحبيبنا الحلوين ازيكم حبيبي وصحابي عاملين ايه اخباري المذاكرة ايه واخباري النصائح اللي بنقولها كل فيديو ايه يا ترى بتطبقوها ولا لا اتمنى انكم تكونوا بتطبقوا كل الحاجات اللي انا بقول عليها وانا واسقوا متأكدة انكم شاطرين وبتسمعوا الكلام وبتذكروا وبترجعوا دي اول حاجة الحاجة التانية ترى مستعدين النهاردة للحرف بتاع النهاردة يا ترى الحرف ده هيكون ايه هقولكو حاجة تاهل عليكم حرف النهاردة هو خامس حروف الانجليش خامس حروف الانجليش نعد بقى على صبعنا احنا اخدنا حرف ايه و ايه و ايه برافو احنا اخدنا حرف ال اي اسمه اي اخدنا حرف ال ب وقلنا ان ال ب دي خفيفة ازاي خفيفة ما بنطلعش فيها هوا يعني نقول بي حرف التالت هو حرف حرف الرابع هو حرف ال دي يبقى الحرف الخامس معانا هيكون حرف الممتازين هيكون حرف ال اي هيكون حرف ال اي وزاي ما احنا شايفين على الشاشة ان حرف ال اي له شكلين حرف ال اي له شكلين لاننا قلنا اي حرف في الانجليش فيه منه اتنين فيه منه واحد كابيتل وفيه منه واحد سمول وعايز اقول معلومة صغيرة ياريتنا خد بالنا منها اني الكابيتل والسمول ممكن يكونوا شبه بعض يعني ممكن الحرف الواحد في الكتابة الكابيتل يبقى شبه لسمول على سبيل المثال مثلا حرف السي حرف السي الكابيتل بيبقى شبه السي لسمول بس الفرق في الحجم ان الكابيتل بيبقى كبير والسمول بيبقى صغير وممكن يكون الشكل مختلف تماما يعني شكل الحرف الكابيتل مختلف عن شكل الحرف السمول زي ما موجود عندنا مثلا في حرف ال اي زي ما موجود عندنا في حرف ال بي زي ما موجود عندنا في حرف ال اي اللي هناخده النهاردة يبقى عندنا الشكل اللي على الشمال هو الحرف الكابيتل والشكل اللي على يمين هو الحرف الشمول نوضحها أكتر أجي الإي الكابيتل اسمها إي كابيتل 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 ممتازين ياريت أي كلام أنا بنطقه تنطقه معايا لأنه لما بتنطقه مرة على مرة هيبقى نطقه صحيح يبقى عندنا إي كابيتل وإي سمول إي كابيتل وإي سمول ممتازين طيب الحاجة الثانية اللي حابة أأكدها أنه فيه فرق وياريت الموميز تركز في المعلومة دي لأن أغلب المشاكل اللي الأم بتواجهها أنه عارف يقرأ الحروف بس مش عارف ينطق الكلمات عارف ينطق الحرف إزاي يعني يقول إيه بس مش عارف ينطق الكلمة اللي بتبدأ بحرف إيه أحب أنوه على حاجة أنه فيه فرق ما بين اللتر والساوند فيه فرق ما بين لتر يعني حرف أو اسم الحرف ده إيه مثلا وما بين الساوند أو الصوت اللي هو بيطلعه فعلى سبيل المثال عندنا مثلا حرف السي اسمه السي إنما بيطلع الصوت كا 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 يعني أقول سي كات نوت سات مثلا مش هقول سات لا هي اسمها كات ليه بقى؟ لأنه حرف السي هيديني صوت كا وده طبعا بييجي بالممارسة يعني هتعرفي الحرف ده بيطلع صوت إيه من خلال الممارسة أحب أكد على المعلومة دي علشان المامس تاخد بالها من الحتة دي وبإذن الله هنناقش الموضوع في الفيديوز اللي جاية طيب زي ما قلنا يا حلوين إن عندنا الكابيتل والسمول طبعا متعودين بعد ما ناخد الكابيتل والسمول نشوف إيه الكلمات اللي بتبدأ بحروف اللي بتبدأ بحروف إيه الكابيتل نشوفها عندي برافو عندي أليفنت عندي أليفنت يبقى حرف الإيه بيطلع لي صوت أ أليفنت أقول إيه أليفنت زي ما شايفين الفيل الحبوب ده هو الأليفنت أليفنت أليفنت طب يا طرعا إيه الحرف اللي مطلع لي صوت الأف يعني أنا بقول أليفنت مع إنه الكلمة مش موجود فيها حرف الأف طيب عندي البي اتش بي اتش بي اتش بي اتش بي اتش بي ديني صوت فا فأقول أليفنت أجين نقول مع بعض أليفنت 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 ممتازين أتمنى كمان تكرروا الفيديو كذا مرة لحد ما يتأكدوا النطقة عندكم وتتأكدوا المامي إنكم بتنتقوا بشكل صحيح يبقى أول كلمة أليفنت ممتاز أليفنت الكلمة اللي بعدها إير 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 أجين مع بعض إير إير برافو ممتاز حبيبي كلمة ثالثة ها سهلا حاولنا ننطقها سمع حد بينطقها صح برافو إج 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 أجين مع بعض تاني إج 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 ممتاز نجيبهم من الأول إليفنت 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 إير إير إج 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 ممتازين حبيبي ممتازين جدا زي ما قلنا نعيد الفيديو كذا مرة وكل مرة ننطق ومرة على مرة بإذن الله هننطق النطق الصح وهنعرف نقرأ جمل بشكل صحيح وبإذن الله حبيبي أشوفكم في حلقة جديدة بعد ما أخدنا إيه بقى بعد ما أخدنا الأي أخدنا البي أخدنا السي أخدنا الدي إي أقولهم تاني ونركز في النطق أ ب سي د إي أ ب إي سي د د إي برافو حبيبي أشوفكم بإذن الله على خير في فيديو جديد مع ألف سلامة باي